السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ عبدالحسين السعيد يا حيات الله يا الله ماكو صوت عدك ماكو صوت لا والله في صوت كيف حالك انت سيد ام شيخ انت سيد من قال البيت اهلا بمصور كيف حالهم والله بخير والله بشرك كان عندي بشرة ليك يا شيخ عبدالحسين انت لا تتعلم انت كذب لان الرجل مو مصحت الكذب الرجل موقف لا يكذب ان ما ال ابي عبدالله قال لي اكذب ليه وابي جعفر قال يا معلّة ان التقية تديني ودينة ابائي ولا دينة لمالي التقية والتقية يعني الإمام بيقول له التقية اي مع ابناء العمّة فا هو الإمام قال ان نستخدم التقية مع ابناء العمّة الامام اللي قال لي كده فانا بستخدم التقية مع ابناء الخاص красивة وانا مع ابناء العمّة كان عندي موضوع مهم جدا كنت بقرأ اهة قرآنية عايز اكراها عليه انطرر الاعة تقدر ايش أدعيك أحاورك لا أستطيع أنت رجل قوي لا تستطيع لا ما تفرحش كده تعالى تعالى والله العظيم أكبر عمامة بين الشيعة والله ما يستطيعش يعني يرد ولا يناظر الشيخ رامي كلهم يخافوا يهربوا منه والله العظيم يعني الشيخ رامي يطيرهم والله العظيم ويجي واحد صعلوك ما عليش على الكلمة دي يبغى يناظر الشيخ رامي يعني حسب يالله نعملوا كيف يالله نكمل الحلقة أضحاكم معنا تحب تنظر في ايه حبيبي بديك بس ثقة عشان تكمل معايا عشان يبقى نفسك طويل تفضل تتنظر في ايه بس أنت استاذ استاذ لا تكذب لا تكذب طيب أنا أناظرك الآن تفضل اختار انت الموضوع اه 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 اتفضل اختار الموضوع ما تخليش عصب عليك اتفضل ايه ايه انا بعد الساعة اتصل عليك لا 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 دلوقتي دلوقتي يا شيخ الشيعة عبد الحسين الساعدي لا ايه خلاص لنا ما عندكش موضوع أنا عندنا موضوع بقى أنا كنت بقولي الآن الله ذكر في الكرآن الكريم الزكاة أكثر من ثلاثين مرة ذكر خمس الغنائم ذكر الإنفاق في سبيل الله ذكر الصدقات في آيات كثيرة ولم يذكر خمس الغنائم اه المكاسب فليش خمس المكاسب لم يذكر في الكرآن يا عبد الغير الله حياك يا ليل يا ليل يا عيد صوتي واضح ايه يا صوتك واضح ليش خمس المكاسب مذكرش في الكرآن ها ها انا عملتها مكانك عشان تجيب انتوا قابل الاجابة بتعملوا ها على ما تخش المعلومة انا اعلى من المعلومة بتوصل للمعممين بعد فترة دل اتصلت على معمم شيعي معروف اعطاني رقمة قال لي لا ناظر هذا هذا هو المناظر اتفضل يا سيدي عبد الحسين عبد الحسين حسبي الله ونعم لوك يا عبد الحسين كلم كل صورة السيدي يا عمما يعني بعدين أبعرفك كانت حدثة ونصغير يا عمما أجب بقى يا عبد أجب بقى لزي الزكاة زكرة في الكرآن وخمس الغنائم والصدقاء والانفاق في سبيل الله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعنهم اندفاق منما ولا اذا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعفا كثيرا. ان دبضوا الصدقات فنعمهي. وان تخفوها تقتها الفقراء فهو خير لكم. الذين ينفقون امولاهم بالليل والنهار. فين خمس البقاسب الذي تسرقونه من عوام الشيعة يا عبدالحسين. طلع حشتك. يا مولي انت ليس تطبعوا اسرائيل وما تخلي الغاهة تروح على طريق محصولي. ان شاء الله مش هنتبع مع اسرائيل. انا مش هتطبع مع اسرائيل وهاخد اللي عند اسرائيل وديهم الفلوس اللي ما بيعتهاني. ما بيعتني فلوسة لا تحت كوز. يا معمم اجب. يا معمم ما تتهربش. المعممين يعطوني ارقامكم ويقولولنا دول المحاورين المتخصصين عندنا. وقللك اختار انت الموضوع ترفض. واسألك السؤال. الموضوع ده تعملو في الزريبة مش هنا. وبعدين دلوقتي قلتلك اختار الموضوع ترفض. طب اجب بقى قرأت عليك ايات كثيرة في الانفاق في سبيل الله الذين يكمونا الصلاة ويقطونا الزكاة. ايات كثيرة اكثر من ثلاثين مرة الزكاة تذكر. وين خمس المكاسب اللي بتسرقو من عوام الشيعة? ايه انت انت ليش ما رديت عليه يعني انت ليش ما رديت عليه انا انشارت هذا الموضوع. على الفيس ليش ما رديت عليه? اي موضوع. ليش ما دخلت على. اي معلش ابقى تبقى صفحيتكم واخش اه ده المحمد نازل موضوع فلانا بقى رو. ليه مفاجين للجايبين ابوكم. انا طبعا كاتب صوت. انت راجل غلبان والمعممين بيعطوني رقمك. ما شاء الله. طب يا محاور اختار موضوع تفضل. فاكر مارفة تثبتني وهربت. اي 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 نختار موضوع نسناقشان وياك. بعد ساعة وقتر من ساعة. لا والله بعد ساعة هيكون البث انتهى. انا كان عندي سؤالي الان. لزك اجبني وخلاص لعوام الشيعة. ليه المرجع الاستستاني? قالك ان لو انت صليت في ثياب مش مخمسة. او حجت في ثوب في احرام مش مخمس. وبقالك سنوات بتصلي بيه. لا وجب عليك قضاء هذه الصلاة واعادة الصلاة لانك ما ما كنتش مخمس هذه الثياب لانها من فلوس حرام. ايه دليلكم على خمس المكاسب? اتحداكم من كتوبكم حتى تجيب لي دليل ان المرجع له حق ياخذ الخمس. وهي فتوى السستاني. بعض الناس يصلون لسنين. وربما يحجون ولكنهم لم يخمسوا اموالهم طيلة هذه المدة. فهل تجيب عليهم اعادة الصلاة? قال يجب على الاحوة قضاء الصلوات واعادة الحج. اذا كان سيتروه في الصلاة وفي التوفى في صلاة متعلقة للخمس بعيني. لو انت متجاهل وعندك هذا يجب. اكلون التمساح. اكلون التمساح. ان شاء الله ابقى اكل التمساح. ابقى اجيب لك ديلو. بس انا خايف تعمله زي السيدة عمودة دول علاء المهدوي. يا عم اجب يا عم. يا عم اجب يا عم. انا ما اليوم للتمساح للوقت. يجب على الاحوة قضاء الصلوات واعادة الحج. اذا كان سيتروه في الصلاة وفي التوفى في صلاته متعلقا للخمس بعيني. فانا باسألك دلوقتي. ليه الخمس اللي بتسرقه من عوام الشيعة ده? ليه بتسرقه الخمس من عوام الشيعة? قلتوا الناس اولاد زينة لانهم لم يدفعوا الخمس. ويا الروايات في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكلين في المجلد الاول صفحة 546 يا عبد غير الله يا عبد الحسين. عنده رئيس الكنسية قال قال ابو عبد الله عليه السلام من اين دخل على الناس الزنا? قلتوا لا ادري. جعلتوا في داك. قال من قبل خمسنا اهل البيت الا شعاتنا. هم دول الناس طهرى. محترمين ما بيتمتعوش ولا بيتمتعوا بالابقار ولا الخيمة ولا اي حاج. فانهم حل لهم لميلادهم. اما الناس كلهم اولاد زنا. يا عم من وين الدليل الخمس? يعني لا فيه دليل في كتبكم. ولا دليل في القرآن. ولا دليل في كتب اهل السنة. عبد الحسين. دليل اخذنا من فتح القمر. يعني الحمد لله. يعني ليس من القرآن او السنة. طب شيخ عبد الحسين. انا سجلت المكالمة لي. هل انا في حل امام الله انك تجعلني ارفع. عبد الحسين. شوف على اسم يعني معلش اخواني. شوف على اسم عبد الحسين يعني سبحان الله. الناس معروفين انهم سمو عبد الله عبد الرحمن. واكتر بلد على فكرة يسمو بهذا الاسماء عبد يعني الصومال يعني. اخواننا الصومالين ربنا يرضى عليهم. الناس حافظين القرآن. ورغم انه اغلبية الشعب الصومالي ما يتكلمش عربي. لكن كيف واحد يسمو عبد الحسين عبد الزهراء. ايش دا? حسبي يا الله ونعم الوكيل. حششت المهدي. ومنايمين على المخدات زي ما قلت لكم من قبل. المخدات دمرت على الشعب. والهروب الكبير طبعا اكيد. فاير. سكر الخط والله. ايك جوباناء. شفته يخاف. يخاف انه يزن ان الكلام ده ما يعرفش ان الكلام طالع على العوام الشيعة. يظن. ظن ان خلاص ان المكالمة بينه وبينه هالرتب وكمان ساعة. والله اعلم هيجي كمان ساعة ولا لأ. شفتم الخمس يا شيعي. انا اقول لك ايوها الشيعي والعاقل. انا اسأل امام الله يوم القيامة لا تدفع الخمس. ورب الكعبة سرقة. اكبر سرقة في التاريخ. لا تدفع الخمس لهؤلاء السراق. سارقي اموال مساكن الشيعة. الشيعة مش تلاقي المأوى ولا المأكل ولا المشرب. ودلوقتي ايه? يدفع الخمس لفلان وعلان. حسبنا الله ونعم الوكيل كان معكم المعمم الشيعي عبدالحسين الزاهي. هذه كانت حلقة غصيرة اخترتها لكم. شوف في اشياء كيف يهربون من الشيخ رامي. وان شاء الله بكرة حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وعلى بركة الله. السلام عليكم.